يا مساء الورد والياسمين على الأحلى متابعين ايه زيكم يا مرات عاملين ايه يا رب تكونوا بخير الروتين بتاعنا النهاردة ان شاء الله روتين كده مسائي علشان كده مفتحتش معاكم البلكونة كنت صحيت من النوم يدوبك كده حطيت بقى غسيل كده في الغسالة وكمان عملتلهم الغداء وغدتهم وروحت عند بابا فعلشان كده مروقتش بقى الشقة ولا اي حاجة وقلت بقى اعمل معاك وكده الروتين بالليل بعد ما روحت وجيت فبالتالي انا قفل البلكونة ومش هفتح وزي ما انت شايفين كده بردنة ولبسة كمان جاكت كده صوف قلت بقى كده يدفيني وقلت بقى ايه انضف بقى ايه قضة الانتري كده معاكم نصلي على الرسول ونذكر الله ونقول لا اله الا الله سيدنا محمد الرسول الله الله مصلي وسلم وابارك عليك يا حبيبي يا رسول الله طبعا شايفين النهاردة الروتين بتاعنا روتين جامد جدا اوعد فوته منه لحظة واتمنى منك لو انت اول مرة تشوفي قناة من اوعات على ملوكا انك تشترك كده في قناتي وتفعلي زر الجرس عشان داما يوصلك اشعار بي يا حبيبي تقلبي بكل فيديو ان انا بنزل هننضف كده مع بعض اول حاجة طبعا شلت بقى الفرش كده بتاع السرير اللي برا وطبعا حطيت فرش تاني نظيف قبل ما بحطي فرش تاني بتجيب كده المعتر وبرش كده على المرتبة بتبقى ريحة المرتبة كده حلوة بما اني ما فيه الشمس بقى ولا منطلع المرتب في الشمس ولا بتتهوى ولا الكلام ده خالص بس عايزين تبقى ريحة حلوة ممكن كمان تيملي حقنا كده مش حقنا بقى سيرنجة تيمليها كده بالمعتر وتفضيها في المرتبة في جميع بقى انحاء المرتبة كده هتخلي ريحة المرتبة بتاعتك جميلة جدا جدا وفي المخدات والخداديات وفي الانتري وفي الكلام ده كل بيخلي بقى ريحة الحاجات دي جميلة جدا بالنسبة البطاطين برضو لما بكون بقى بحطها كده تتهو على البلكونة برشها برضو معتر وبسيبها بقى المعتر ده بينشف عليها كده في الهواء بتبقى ريحة حلوة وبتبقى جميلة وبتبقى زي الفل نظفنا كده السرير وغيرنا بقى الفرش وطبقتي كده البطنية كان لسه بدري يعني على ما نام احنا لما كنش هنام وكنتش طبقتها طبعا يعني انا كنت جاي من عندي والدي كنا حوالي الساعة 7 كده دخلت بقى وقلت بقى اصور معك وكده بقى على طول قلت بقى نظف معك والقودة دي كده بسرعة وبقيت الشقة بقى كاملة تانيوم ان شاء الله شلت بقى الترابيزة دي ونفضت المفرش ومسحتها ومسحت كمان كده العدة بتاعت التلفون دي بستخدمها لما كنا عايزة جدد النت غير كده ما بستخدمياش ومسكت بقى الحطان دي الكاميرا ما كانتش مبينها الحطان دي ما كانتش نظيفة هيبينها في الكاميرا ان هي نظيفة لأ هي ما كانتش نظيفة عشان كده انا مسكت بقى اللي سبونشا وقلت امشها كده مع شوية مية وشوية بريلي كده ومشيتها كده على الحطان بسرعة 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 بس كانت نظيفة ولمعت وبقت زي الفل كان فيه بقى هنا في الاماكن الفضية دي لازق كده ما كان لازق فكان عامل كده يعني ايه شكل كده مش لطيف خالص فما كانتش نظيفة وابني كمان ربنا يسلح حاله هو بينكر هو بينكر الجريمة اللي هو عملها هو بقول لي مش حرفي لقيت حد يكتب لي حرف الام بالرصاص كده وجبير بس طبعا مش واضح في الكامرة خالص بيقول لي انا مش حرفي بدي بالام عشان تقولي لي ان انا اللي عمله مش انا اللي عمله لا حد من اخواتي طبعا انا عندي ملك وعندي ميرفت اللي اتنين بحرف الام ميرفت ربنا يا حميها كبيرة في ثلاثة سنوي استحلت عمل حاجة زي كده وبنتي تانية فلع دادي بتنجر انها عملت فالله اعلم بجد يعني يلا ربنا اهديه نضفت الحيطة وخليتها زي الفل وبقت بتلمع كده ونضفت همسك باقى الرخمة كده برضو همسحها كده ونضفها وخليها زي الفل رخمة بتاعت الترابيزة والترابيزة وهنشيل بقى السجاد وهنكنس وهنمسح ونخلي بقى قودة الانتري دي كده زي الفل قمت نشطت كده مع لوكا وقمي لو وراكا اي حاجة عامليها مش شرط تكوني الصبح وممكن تكوني بالليل برضو وتنظفي شاقتك كده من بالليل وتصحى الصبح يا دوبة كده بتعملي بقى الاساسيات هتلمي غسيل هتنشوري هتطبخي كده يعني وتبقى شاقتك بايتة كده من بالليل نظيفة هو هتصير حي معايا في الفيديو وتنسي تحط اللايك هنا بقى لقيت ماشبك ايه اللي حطه هنا مش عارفة وشابك كده ما بين فرش الانتري وما بين الشلطة يعني مش عارفة والله اللي جاب الماشبك هن هنفط بقى كده فرش الانتري فرش الكنبة يعني وهبدأ اننا بقى كده ازبطها انا على طول باشيل والله الفرش ده كده ونفضه 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 فيه على طول بس ما عارفش والله العظيم انا زهوة شايفين مفيش اشارة يعني لو كانت الاشارة موجودة كان زي مني شغلت القرآن بحب شغل القرآن قوي خاصة لما بكون كده بروأ وبنظف بحس ان بيبقى فيه بركة كده من عند ربنا بش احلى كمان من صوت القرآن كده لما تسمعي وكمان ترددي لو انت حفظاه طبعا بيبقى جميل جدا جدا مفيش احلى من القرآن الكريم وطول ما احنا وقفين كده يعني نذكر الله ونصلى على الرسول صلى الله عليه وسلم هو شافعنا يوم الايامة ويوم الدين باذن الله فعايزين نعطر دايما كده لسنة بالاسكار وبالقرآن فيش احلى من كده زي ما تشايفين بقى الشنطة بتاعت دي كده هشيلها وتجيت حطتها هنا وجاي بدورها فشار كمان وانا جاية عشي قلت عمل لون فشار طبعا زي ما انت شايفين بقى هنفض كده المفرش واحطه وابدأ بقى ان انا ازبط كده الدنيا بس كده كده خلاص دخل بقى الشنطة مكانها وبردو الكرسي هنا برضو هنفضه وهزبطه كده وحط برضو الايه الشلطة بتاعته القضاء يعني ما بتاخدش اي حاجة روبيسان يعني ما بتاخدش اي حاجة الشغل والله ما دم انت متنشطة بخلاص بقى بتقوم تخلصي كله بسواني اما عاجة بس النشاط ما تكونيش بتروائي وانت كاسلان الفيديوهات دي كلها بتديك طاقة ايجابية بتديك طاقة ايجابية عشان تقوم تشوفي الوراكي انت كمان كده ايه ساعديني بقى بلايك بتعليق محافز باشتراك في القناة وانت اول مرة تشوفي القناة بتاعتي قناتي مش هتكبر الا بيك وانتوا يا احلى اخوات ليه على اليوتيوب طبعا نشيل بقى الفرش ده كله المشايات هاخدها بقى نفضها وكمان هشيل بقى معاكو كده السجدة كان بقالي بتاع اربعة ايام مشلتهاش بس ماشاء الله يعني كلها تراب عندي ايالي يعني اقول ايه ربنا ديه طبعا بيكل حاجة بيوقع طبعا مش طبيق ولا كلام من الكلام ده ولا رز ولا كده لكن ممكن يقزقزوا شوية لب ايه ممكن ياكلوا مسلا ان يستفان دي تلاقي بيزر وقع كده على السجدة شايفين شايفين اللي وقع منها على السجدة يلا ربنا يهديو هكنس بقى ده ايش ري لب يعني كنا عاديين قبلها بيوم صهرانين كده وكنا جايبين لب سوري طبعا مهما يحطوا برضو في الاطباق اتي لاقي برضو بيوع منهم كده تعارفين اللب يعني بيانتشر في المنطقة والسجدة طبعا لما بتشيليه اكيد بيبقى تحته تراب انا لسه بقى كمان انا شلت السجدة لسه نفضها بقى قدام الباب السجدة بتاعي خفيف بقى نفضه يعني بكل سهولة وكامان الشبشب ده هاخده بقى كده اغسله في الحمام احنا ما بنخرجش بيبرة ولا اي حاجة يعني بنبقى لابسينه في الشقة بس بما ان انا بقى ايه كناس واجرته كده من تحت الكنب وطلع بقى معايا فحصل ان هو اضطر بفاشط وفي كده شاطفة يعني بصونا ادية على طول في الشقة بمسحها وبخلاها زي الفل حتى تلقوني كناس وطلقى السهر وميك كده بيلمع كده ونضيف لاني ادية فاة على طول يعني بس انتوا عارفين بقى الطراب يعني ايه ما بيسيبش مكاء حتى لو في الشتة بس طبعا الصيف غير الشتة يعني ما مكان الصيف يعني انت كل يوم عايزة تكنيسي وتمسح لكن الشتة طبعا لا الشتة ممكن مساء كل اربعة ايام بتشيله وتمسح ممكن مثلا يوميا بتشيل المشايات وبتنفضيها وبتكنيسي وبتطوائي كده يعني ايه ما كان المشايات لكن مش هتشيله كل يوم السجاد يعني حتى لو خفيف انت مش هتشيله كل يوم وهاسبها بقى تنشف وابدأ ان انا افرش بتمنى منك انك داما كده تبحث عن اسم قناة منوعة علام لوكة علشان اليوتيوب يبدأ ان هو يكترح فيديوهاتي على ناس جديدة يا حبيبي تقلبي بعد ما نشفت بقى الارض فرجتي كده السجادة وكمان هنقل الترابيزة وابدأ ان انا افرش المشايات وكده خلصت معاكم روتيني المسائي يا حباب قلبي واعمل لهم بقى الفشار كده ونقعد بقى مع بعض والصبح ان شاء الله اصحى مبادري اكمل بقية الشقة وطبع ان شاء الله سوالك وكل حاجة بعمل المعطر ده جميل جدا بعد ما تخلص كده تنظيف ترشي كده ترشي بقى على الانتري على الفرشة على الستير على السجاد على اي حاجة وكده خلاص بني معاكم الفيديو ان شاء الله نلتقي في فيديو اخر باذن الله من قناة منوعات عالم لوكا بحبكم في الله مع السلام